السلام عليكم. احنا دلوقتي في محاضرة communication skills وهنتكلم على time management. time management احنا بنتكلم على 24 tip او habit المفروض ان انت تعملهم في حياتك علشان تقدر تعمل time management كويس. اول يعني المفروض انت تبقى اصلا محدد انت تعمل ايه? اه اللي هو يبقى انت كاتب من الاول انت عايزي اصلا ومحدد اهدافك وبناء عليها هي ايه دي اللي هتشتغل عليها? تاني حاجة اللي هي take action ودي نتيجة منطقية جدا للجزء اللي وراه اللي انت بعد محدد الهدف تبدأت ايه? اه تعمل حاجة في اتجاه الاهداف اللي انت قلت عليها. فانت لازم اه تاني حاجة زي ما قلنا تعمل ايه? take action. طيب. اه تالت حاجة اه ان انت تبطل التسويف يعني اه لو انت في حاجة مسلا معينة اه تبدأ تعملها دلوقتي ما تحاولش ان انت اه ايه? اه تأجلها لوقت تاني. اه لا تؤجل عمل اليوم الى الايه? الى الغد زي ما بيقولوا. اه رابع حاجة بنقول الفوكس وده بيبقى مشكلة عند معظمنا ان انت بيبقى فيه ليك ان انت ما بتبقاش مركز انت بتعمل دي دلوقتي. اه بتبقى اكتر. اه فطبعا اهم حاجة ان انت يبقى عندك الايه? الفوكس. اه على عكس ما الناس فهمة. احنا بنبقى فرحانين جدا بالمالتي ان انت بتقدر تعمل اكتر من حاجة في وقت واحد. اه انا عايز اقول لها ياك ان هو دلوقتي اه المفروض ان انت ما تستوب ما تعملش حاجة اه كزا حاجة في نفس الوقت. لأ ركز في حاجة واحدة وتعملها و اه اه ركز فيها وشتغل فيها. بعد ما تخلصها خش في اللي وراها وخش في اللي وراها. انما الفكرة بتاعت ان احنا نشتغل زي زمان الكلام ده غلط. اه دي ما تفتحش حاجة على البحري ما هتحولش ان انت تخلي اه مفيش اه او تاريخ هتخلص فيه. انت مسلا عايز تتعلم بايسون مثلا ولا عايز تتعلم داتا ساينز او عايز تتعلم اي حاجة. اه قول للنفسك ان هخلصها خلال اد كزا. حط لنفسك موعيد والتزم بالموعيد دي. بعد كده اه دي برضو حاجة اللي هو ايه الايميل او اي اه انت مش كل شوية فاتح الفيسبوك مش كل شوية فاتح الايميل. مش طول الوقت. حط لنفسك وقت معين هو ده اللي بتبقى انت في ان انت تقرأ لايه? الحاجات بتاعتك وبعدها اه تبدأ ترجع تشتغل تاني. اه يعني لو اه في حاجة مطلوبة منك اتبعتت لك ايميل اراها واعرف اه ايه اللي مطلوب منك علشان ما يبقاش متراكم عليك حاجات من قبل كده كل شوية بتزين. اه حدد اولوياتك. حدد اولوياتك دي يعني ايه? يعني انت بتشوف ايه اللي مطلوب منك كله. وبتحدد الاولوية مين اهم حاجة المفروض نعملها دلوقتي وبعد كده ايه الحاجات الايه الاقل الهمية فالاقل الهمية. لازم نفرق ما بين حاجتين وهي ما بين حاجة اسمها ايرشنت وحاجة اسمها امبورتنت. ايرشنت ده يعني لازم يتعامل دلوقتي بغض النظر هو مهم ولا غير مهم. ده ممكن يتعامل دلوقتي علشان اه يعني يجيه وقته او فيه حد بنستعجل عليه او حاجة زي كده. ولكن ممكن يكون اصلا التسكة كلها لابعضها مش مهمة. فلازم نفرق ما بين ايه هو الارجنت وايه هو الامبورتنت. طبعا نركز جدا على الامبورتنت اكتر من الايه الارشنت. لان الامبورتنت ده لو سبته وما عملتوش. كمان شوية هينطلك في خانة ان هو بقى ايرجنت ولازم تعمله دلوقتي. اكتب. اكتب كل حاجة. ما تسبش حاجة للذاكرة. لو انت سبت حاجة للذاكرة في الغالب هتنسى. وفي حاجات هتسقط منك وحاجات مات ايه ما تتعملش آآ آآ منك. فانت آآ لازم آآ اي حاجة بتحصل. اي طفك المفروض تعملها جديدة. تكتبها في ورقة. اي جول جديد. اكتبه في ورقة. علشان يرجع في النهاية. نعرف ان كنا هنوصل له او لا. آآ بعد كده. اللي هو يعني يبقى فيه حاجة زي اجندة موعيد. آآ آآ بتعمل ايه وما عملتش ايه. آآ تكتب فيها انت بتاقة خلصت ايه وما خلصتش ايه. خليها ويكلي ومانسلي وكوارتر وكل شوية بت ايه? بتغياء بتعرف ايه اللي انت وصلت له. ارجانايز يورستاف. ارجانايز يورستاف. طيب. احنا و احنا بنتكلم على الورجانايز يورستاف. بتبقاش الحاجة كلها آآ بتاخد وقت علشان تقدر تطلعها. ده بيكون وقت منك اصلا. على اللي يكون فيه طريقة معينة او لوجيك معين وراء ترتيبك للحاجات اللي انت بت ايه بتعملها. فلازم تخلي بالك ان انت تنظم الحاجة بتاعك. يعني ايه كون حازم مع نفسك. ما تبقاش بتعمل الحاجة في اخر ثانية. لأ انت المفروض ان انت طالما قلت يبقى بتشتغل عليه وبتحول ت ايه تخلص المعيد. تشتغل من بدري. عشان توصل للي انت ايه اللي انت عايزه. اه او الاجتماعات. الاجتماعات دي عندنا مشكلة انها لما بتفتح وبلقاش اه اجندة واضحة ما فيش اوتكم واضح اه بتطلع منها زي ما دخلت. المفروض ان انت لو هتخش اجتماع او هتعمل اجتماع لازم يكون في عندك اجندة واضحة تبتعمل ايه? وهتطلع بايه من الايه? من الاجتماع. الاجتماع دوت. فيبقى انت اه لازم تبقى مركز واتطلع اقصى استفادة من الايه? من الاجتماع بتاعك. اه لازم اه تحجم السوشيال ميديا اكتافيتيز بتاعتك. تشوف اه انت بتقضي عليها وقت قد ايه? اه مش كل شوية تشتغل عليها. مش اه مدقاش عليها وقت كبير بحيس ان انت ايه? تقدر تفضي وقت للحاجات التانية اللي انت عايز تعملي. اه دي نصيحة انا شخصيا بعملها وهي بطل تقرأ اخبار. انا متأكد ان احنا لو جبنا الاخبار بتاعت النهاردة مثلا ومن عشر سنين فاتت هتلاقي المتغيرات اللي فيها مش كبيرة قوي للدرجة. اه اللي انها بتضيع وقتك وفي الغالب ما افرقتش معك في حاجاتك في حاجة. اه انت اه المفروض اه ركز في اللي انت بتعمله. اه ما يبقاش همك الاساسي ان انت تطير الاخبار. اه ممكن تعرف نبزة سريعة ماشي عشان تعرف الدنيا ماشية ازاي بس ما بقاش هو ده شغلك الشاغل يعني. اه تيك بريكس تيك بريكس دي انت المفروض ان انت اه كافي نفسك بان انت تاخد هدنة. هتخلص حاجة تخلصتك خد بريك ارتاح وكمل تاني. نعم ان انت يعني تكمل على طول ده هيخليك ما تعرفش تركز وفي الغالب الدنيا هتقع منك. اه طبعا في نصيحة بقى ايه الزريفة اللي احنا ما بنعملهاش اصلا كلنا. وهي ان انت ايه تكلسي. اه تاكل حاجات صحية. ما فيش ما لهاش ده جنك فود لان جنك فود اصلا لوحده بيصيب بالخمول والخمول ده يعني كسل يعني انت مش هتقدر تنفز اللي انت كنت ايه اللي انت كنت اقيله. اه انا عايز اقول لحيك ان انت كل ما اه بتعمل او تمرانات رياضية. اه ده بيجري الدم زيالة في مخك وبتقدر تركز احسن وبتقدر يبع عندك فوكاس اكتر. اه اتنام. نام كويس. طبعا انا عارف النصيحة دي زريفة جدا لان في ناس اه ممكن تنام اه عشرين ساعة متواصلة. بس انا مش قصدي عشرين ساعة متواصلة على فكرة انا قصدي ان انت تنام اه عدد معقول من الساعات اللي هو يعني بيقولوا عليه من ست لتمن ساعات بس ده اه هو اللي انا باتكلم عنه ان انت تنام كفاية. ده الكفاية. مش التلاتاشر ساعة والعشرين ساعة اللي احنا من نسمع عنهم من اه الناس الايه? اه الحاليين يعني. اه بيكون ايرلي رايزر اه اللي هو يعني اه تزحد صبح بدري. على فكرة الصبح بدري اللي هو اه وقت الفجر مثلا ولا حاجة. ده بجد بيبقى من الاوقات اللي اه فاضية وهدية. وتقدر تنفس فيها كل حاجة. احنا طبعا بنقل بالاية وتبقى اه بتصهر طول الليل وتنام طول الصبح. اه اه ده بيعكس بتاع الجسم. وفي الاخر انت لتتضر. اه بيلد يور هابتس دي معناها ان انت اعيد بناء الهابتس بتاعتك او العادات بتاعتك. لو العادات بتاعتك انت شايف انها مش كويسة او بتضع وقت كتير تسيبك منها وهي اعمل لنفسك عادات تانية احسن ممكن تساعدك في ان انت ايه تحقق هدفك. فاعيد بناء الهابتس بتاعتك. اه اكت رسبونسبلي اصدو اه الوقت ده وقتك انت ومحدش مسؤول عن اه ضيع وقتك الا انت. وما فيش حد هيخاف على وقته غير اغضياتك. فااااا. لو سمحت متستمعش لحد انه هو يضيع وقتك. وما تسمعش وما تفتكرش ان فيه حد هخاف على وقتك اه اكتر منك انت شخصيا. فااا. اتصرف بان انت مسؤول عن قيمة الوقت اللي انت بتضيعه. اه دول كده عربع وعشرين اه نصيحة لان انت ازاي تنظم وقتك وارجو ان انتم تكونوا استفدتم. شوفكم على خير ان شاء الله.